دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من 15 مليار دولار ليتخطى 42 مليار دولار حاليا وده على مستوى حقائته مصر في تاريخها كلام رئيس مجلس الوزراء كان خلال كلمته بالمعرض الدوري الثالث للبترول مؤتمر ايجيبس 2019 واللي أكد كمان خلاله الدكتور مصطفى مدبولي أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2% من 5 سنين ليصل إلى 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي كمان ارتفع التدفقات النقد الأجنبي لمصر وصلت لمية 63 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية